تطبقوا أننا خفضنا تكلفة هذه الكتب لماذا؟ لأنك تطرح المناقصات بالكتاب ولا ينظر إلى الكتاب كم صفحة فالكتاب اللي 100 ورقة ساوي الكتاب العشرين ورقة ده كتاب وده كتاب وده له نفس التمن بتاع الكتاب الكبير فإحنا نهاجنا نهاج السنة اللي فاتت حقق لنا وفر يزيد عن 200 مليون جنيه هذا الوفر نتج من أنه طبعت بالصفحة فالكتاب اللي فيه 100 ورقة وفيه 100 صفحة نتعامل عن 200 صفحة ومن هنا تنافست الشركات ودونتنا أسعار ممتازة جدا للطبعة ده الجزء الأولاني الجزء الثاني المهم جدا أن أنا تبينت أن أنا عندي مطابع كتير جدا في وزارة ربيعات تعليم للأسف ساعة طبعة الكتب يخرجوها من الخدمة لأنها عطلانة ولأنها ولأنها داخل الوزارة داخل الوزارة ساعة طبعة الكتب ساعة طبعة الكتب ما نعرفهاش للأسف الشديد فهنا إحنا أمرنا شفت بقى فايدة أنها تكون من داخل الوزارة وعينت في خلال التلات يام السابقة رجل وكيل وزارة يعني متخصص في الـ IT الرجل ده عينته للطباعة والصيانة هذا الرجل فكره عالي جدا جدا عرض علي النهاردة مشروعة بأننا هتكلف تكلفة من 80 إلى 100 مليون جنيه وحدث المطابع بتاعتنا في وزارة تربيعات تعليم تستطيع على الأقل أنها تعمل كراسة الإجابة بتاعت المتحانات السنوانية عامة اللي نطبعها في المطابع الخارجية تستطيع أن تقوم بطباعة في الفترة القادمة أو في العام التالي مباشرة 10% من الكتب اللي بطبعها بره يبقى أنا على الأقل بقيتها منافس زي زي السوق يعني وزارة تربيعات تعليم هتخش في المناقصة زيها زي السوق أبو معنى صح هيسند لها مباشرة زيها زي السوق ده هيعمل نسبة توفير كمرحلية هتبع 10% إن شاء الله في السنة اللي جاي برضو ده فكر طب ممكن أقول لحضرتك فكرة هتبقى غريبة شوية بس عشان أنا تعلمت في الخارج وشفتها حصلت الكتاب أنا بشتريه أو طبعا أنا معرفش الناس بتدفع مصاريف الكتب مش كده بيدفعوا مبلغ بيدفع مبلغ صغير صغير مصاريف الكتب وبياخد الكتب دي كلها المكلفة طبعا مدعومة أكتر من ثمن المصاريف اللي هون بيدفعها تمام تمام وبعدين يروح رميها وتتقطع والكتاب السنة اللي بعدها في أمريكا لما أنا درست وجدت أن فيه بيتيحوا للبعض أنه يرجع الكتب بتاعته آخر السنة يعني يحافظ عليها في حالة كويسة مش ضروري يهربدها ولا يكتب فوق الكلام وبيحتفظ بالكتاب وبيرجعوا للمدرسة أو الجامعة آخر السنة الكتاب ده الطالب اللي يجي السنة اللي بعدها اللي معندوش قدرات مادية أو مش قادر يشتري الكتب يستعمل نفس الكتاب فده بيقلل من نسبة اتباعة الكتب يعني لو مثلا حضرتك مدرسة بتقدم فيها عشر تلاف كتاب لو رجعنا منهم ألف كويس مش وحش في كل مدرسة حتقدر على آخر الحزبة بنفسها حتوفر كتير بدل ما الورق ده بترمي في الزبان ممتاز فكرة ممتاز جدا ايه رأي حضرت فكرة ممتاز جدا بس مش هقبلونا لا لا حقبلو نقدر نعمله بس ايه رأي حضرتك لو احنا بدأنا بقى النهاردة نواكب التكنولوجيا واعتمدنا على الكتاب الإلكتروني الله يبقى احنا صحيح ان مش كل تلمزيتي تستطيع بالزبط كده بالزبط انا بقى هبشر حضرتك بشرة كويسة جدا وانا بزور المدرسة المدرسة المصفوقين اللي في القرية الكونية او المدينة الكونية طولنا المدينة الكونية تانية عايزين نشوف دورنا على ارخص على قدر امكانيات وزارة البيئة التعليم لقينا ان السعر بيتروح ما بين 37 دولار لجهاز لدولة يعني متأخرة شوية في ناحية التكنولوجيا و70 دولار لدولة متقدمة شوية في الناحية دي الجهاز ده طيب انا قدر اشتري ده النهاردة بنقد ايه حسبت ففكرت ليه ما نشقش مصنع في مدرسي الخاصة تنتج لي هذا الجهاز الله على الفكرة من هنا في الاسبوع اللي جاي بنواقع بروتوكول ما شاء الله مع جهة معينة هتعمل لي خطين انتاج في مدرسي الفنية لانتاج هذا الجهاز هذا الجهاز حيطلع يعني اتكلف علي تقريبا حوالي 400 جنيه بقى اعلى مواصفات ممكنة في السوق يعني اتخيل لي حضرتك 400 جنيه بتكلم 400 جنيه على فكرة انا شاري وبقى لي 3 يام بـ 4700 جنيه فانا بقول لحدك تخيالي ان انا جايبه هعمله بـ 400 جنيه ومش مهم يتسوق في السوق انا هاخده لتلامزتي انا انا اللي بنتج وانا اللي حشري وبالتالي حب انا وفرت فلوسي لاني انتجت بيها وعادت علي مرة تانية ولو تصورنا ان انا اتكلفت نفس التكلفة اللي هجي من برا فانا استفدت ان ادربت معلميني ادربت لامزتي شغلت مصنع التعليم الفني اتنطق بجنب حاجة زادي مش كده وبس ودخلنا كمان خط انتاج خشبي ان شاء الله بنتعقد عليه الاسابيع اللي جاية عشان يطلع الاساس المدرسي والموبيلية من داخل الشركة من داخل الوزارة للوزارة تمام كده اه دي فكرة رائعة الحكاية دي ان كنت عايزة اسأل حاجك عليها بالنسبة للالكتروني امبارح كنا بنناقش هنا مع الدكتور عماد جاد والاستاذ واق الخليل واستاذ محمد نور اه وكلمنا فبنقول التعليم اهم حاجة في مصر كلنا متفقين تعم تباعم ما الاعظم الشعب مصري مدرك لاهمية التعليم اختلاف الاراء كان فيه كلام على جامعة الدكتور زويل انها جامعة البحث العلمي ومفتوح تبرعات انه الناس تبرع لجامعة البحث العلمي ان شاء الجامعة